خلينا وجه السؤال بشكل أكتر يعني كل فئة لوحديها ليه المسيحي أو شو الداعي أو السبب اللي بتخلي المسيحي يتحول أو يصير مسلم؟ هقول لك المسيحي اللي بتحول الإسلام أول حاجة هو ما عندوش علاقة حقيقية بربنا يعني حتى لو كان هو جوه كنيسة حتى لو كانت هي جوه كنيسة طول حياتها هم مرات بقولك فيه أسيس فلان؟ أو ممكن نقول لوحدة خادمة أو خادم أو لكن ده ما بيكونش ليه علاقة حقيقية بالرب لأن اللي بيقبل عمل الرب وبيقبل المعية مع الرب يسوع ما بيقدرش أنه هو يتركه هيتركه إزاي؟ مستحيل تاني حاجة بيبقى عنده مشكلة في فهم طبيعة الله يعني السلوث مثلاً طبيعة الوحدانية الجمعة طبيعة المسيح اللي هي إنه إنسان كامل وإله كامل الحتة دي ما بيبقاش قدر يفهمها فبيبقاش سعلي جداً كيف يصلب على الصليب؟ أنا شرحت الوحدة عبرة يعني حتى بعد ما عبرت تقولي أنا مش قادرة أفهم يعني إيه وحدانية جمعة أنا بؤمن إن الله هو واحد وأنا عارفة إن أنا بؤمن بيه والمسيح شال خطيائي على الصليب أنا بكل بساطة قلت لها ربنا خلق فخلقته حاجات يعني تدينا لمحة أو تحاول إن هي تواصل للإنسان المحدود ما هي طبيعة الله زي مثلاً الشمس الشمس خلقها قرس الشمس حرارة الشمس وضوء الشمس هي الشمس شمس حرارتها أو ضوءها أو القرس نفسه هو الشمس ما ينفعش نفصلهم على بعض وفي نفس الوقت هو التلاتة هي الشمس كل واحد إله عمل كل حاجة لها عمل بالزبط نفس الحكاية الإنسان ليه روح ونفسه وجسد فبالتالي الله خلق في خلقته بعض الأمور بتخلي يحصل تبسيط إن إحنا ندرك يعني إيه وحدانية جماعة فبالتالي أنا لازم أدرك إن الله الآب وكلماته رب يسوع الكلمة أخ أخذ جسداً صار جسداً وحل بيننا والروح القدس إله واحد أنا منفعش إن أنا أفصل الله عن الروح القدس هذا موجود يعني في كل الأديان إنه الله له وجود ذاتي أكيد ناطق بالكلمة من قبل الأزل وحي بروحه لأنه مش معقول يكون إله وما هواش ناطق أو حي وهي اللي أنت قصدت فيها الوحدانية الجامعة أنا بقول بشكل مبسط قوي علشان لو في حد مثلاً لو أنت إنسان عندك شوية تساؤلات أنت حاسس إن الإسلام مش هو الدين الحقيقي وعندك تساؤلات وبتسأل ربنا وبتقوله إزاي المسيحيين بيقولوا كده أنا حاسس إن ده الطريق وإن هو ده الحق وهي ده فعلاً الحقيقة أنا عايزة أقولك إن ببساطة غمض عينيك دلوقتي يقول يا رب اظهر لي ذاتك يا رب وريني أنت مين ربنا أنا أثق إن إعلان ربنا بالروح القدس بروحه هو هيوصل ليك الله هيوصل ليك النهاردة هيلمسك هيديك النهاردة إعلان جواك يعني إيه الأب والابن والروح القدس الموضوع مش صعب الموضوع مش مستحيل لكن الموضوع محتاج إعلان إعلان بالروح القدس وأنا أثق إن ربنا يوصل لك النهاردة بإسمي يا سؤال يعني أنا كان السؤال لماذا يتحول المسيح إلى الإسلام ذكرت أنه ما عندهش علاقة صحيحة أو واضحة بالرب يسوع وعنده مشكلة بفهم بعض العقائد الإيمانية الأساسية في الحياة المسيحية مثل الثالوث القدوس طبيعة المسيح الإنسانية والإلهية الكاملة وطبعا صلب المسيح فالبعض بيستسهل الأمر مش عاوز يتعب راسه فبروح للإسلام فيه كمان حاجة المسلمين بيروحوا للإسلام المسيحيين بيروحوا للإسلام أو غير المسلمين بيدخلوا في الإسلام بسببها هي أنه هو مش لقي هوية فأنا عملت سرش كده على النت وحاولت أن أنا أوصل لبعض الناس اللي هما تحولوا إلى الإسلام من بلاد زي أوروبا وأمريكا وحاجات زي كده واحد تحول علشان الأكل الأكل بتاع المسلمين أكل حلال وابتدى أنه يحس أنه لا ده الأكل الحلال أحسن من الأكل اللي إحنا كنا بنأكله وابتدى يدور على هوية واحدة تانية كانت بتلبس طبعا وعيش حياتها بشكل حر جدا زيادة عن اللزوم بتدت أنها تحس ضميرها يأنبها فبتدت تدور على دريس كود اللي هي شكل خارجي لزي يكون فيه إعلان لإيمان معين أو تحت راية إيمان معين ففيه ناس بيدوروا على هوية بعد إذنك القوانين في الغرب يعني حاليا فيه قوانين شاذة جدا في المجتمعات ولأنه مجتمع علماني الشخص عنده الحرية الكاملة يختار طبعا هذا غير مسموح في الدول العربية والإسلامية لأنه يعني مين اللي بدي تدور على الشزوز يعني اللي بيحصل في بلاد الغرب فكتير منهم فبلتجوا أقول لك هاي ظل يعني بيفكروا أنه هذا الشزوز أنه هاي بلاد مسحية مع أنه مش بلاد مسحية فيش إش اسمه بلد مسيحي فيه إش اسمه ملكوت الله ملكوت الله اللي بيمتد في حياة الناس من كل الخلفيات من كل الشعوب من كل الأمم وأنا بشوف هذا سبب كبير أخت رشا أنه فعلا عم بيغير لأنه مش طايق هاي العادات اللي هي ضد المنطق وضد الريزن وضد يعني حتى الطبيعة نفسها فأقول لك أسهل إيش أروح لديانة تانية دولة جماعة بعرفوا شو بحكوا وعقلين والآخرين هي الهالة الدينية والتدين اللي هي فيه صلوات محددة بأوقات محددة ولبس محدد وصيام أوقات هي شكل إنساني للتقرب من الله لو أنت ما عندكش علاقة حقيقية بالرب يسوع المسيح هتدور على شكل إنساني للتقرب من الله اشتركوا في القناة